دكتور عمر الحسن هل مقابل هذا الجهد الأمريكي حاليا بفرض عقوبات يعتبرها ترامب أنها عقوبات تاريخية ضد إيران بالمقابل ليس هناك خطة أمريكية هناك ممانعة أوروبية لكن العرب أين في هذا المجال وإيران هي جارة العرب لا نفهم أي موقف يتخذونه في هذا الشأن أليس الناتو العرب وهي مناسبة لإرسال إشارة عربية معينة أن هؤلاء العرب لديهم موقف سلبي ضد السلوك الإيراني في المنطقة طبعا المقاطعة الدول الأوروبية وكل الدول حقيقة ستتبع نفس الأسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أوروبا أن تخفف من لهجة أمريكا أو من العقوبات المفروضة على إيران شريطة أن تتجاوب إيران مع ما تطلبه الولايات المتحدة فيما يتعلق في الصواريخ البلاستية هذا من جهة أخرى الدول العربية قطعا تأذت كثير من إيران يعني تدخلها سواء كان في لبنان سواء كان في سوريا سواء كان في العراق سواء كان في اليمن سواء كان في البحرين أو السعودية أو حتى في الكويت اللي هي واقفة الحياد الدول العربية تأذت كثير يعني تريد أن تجد مثل هذه الضغوط على إيران أن تغير من موقفها وتسلك مسلك الدول الدولة الحضارية التي تحترم حقيقة جيرانها ولا تدخل في شؤونهم إنما الدول العربية ستطبق حقيقة كل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة خاصة من ناحية مالية هذا من جهة ومن جهة أخرى في أربع نوفمبر ستبدأ حقيقة العقوبات فيما يتعلق بالنفط وفيما يتعلق وبعدها بشهر ستكون هناك عقوبات أخرى بفرض عقوبات على بعض رجالات الحكم في منطقة الخليج تم عتب كبير على الولايات المتحدة عندما قامت إدارة الرئيس دون باراكو أوباما بالتفاوض من أجل إخراج الاتفاق النووي من وراء ظهر أهل المنطقة لدينا نفس الشعور حاليا أن هذا التصادم الأمريكي الإيراني الذي قد يتحول إلى حرب أيضا يأتي دون أي انخراط للمنطقة أو دون أي تشاور مع هذه المنطقة نحن لا نريد حقيقة أي حروب في المنطقة من جديد يعني إذا صار فيه هناك تفاهم أمريكي إيراني قطعا ستكون دول الخليج طرف في المباحثات وفي التفاهمات لن تكون حقيقة على الطريقة الأوبامية أوباما تصرف وكأنه تآمر على دول الخليج ومن هنا أقول أنا أوباما قد تكون وضعه مختلف لأنه الآن اللي يتحالف مع أوباما في موقفه من إيران هي دول الخليج دول الخليج وقفت موقف حقيقة داعم للموقف الأمريكي في مقاطعته لإيران ولهذا السبب وافقت على الحلف يعني في كل ما بمجرد ما أعلن ترامب عن الحلف رحبت فيه وفي نفس الوقت عقدت القمة مع ترامب في شهر 5 2017 بحضور 43 دولة إسلامية موجودين يعني دول الخليج حقيقة تبنت ودعمت موقف ترامب في هذا الموضوع بالذات أنا لا أعتقد أي تفاهم بصير مستقبلا مع إيران سيتم تجاهل دول الخليج والدول العربية بشكل عام كما تجاهلها أوباما وإدارة أوباما ترجمة نانسي قنقر